مسلسلنا بيبدأ مع اري لما بتكون في مطعم صغير كده ومش مشهور وبتاخد صورة للأكل وبتنشرها على الانستجرام بتقولهم ان الأكل هناك حلو خالص وبعدها المطعم بتشهر وبتحكي لنا بقى اري عن نفسها وازاي حولت حياتها من بنت فقيرة لأشهر انفلونسر في كوريا وان اعلان واحد لها ممكن يدفعولها مقابل ملايين بتقرب بما انها بقت واحدة من المشاهير يعني تكشف في لايف كده على الانستجرام ازاي ده حصل وفعلا حيات المشاهير وازاي بتبان حياتهم على السوشيال ميديا مثالية كده بتبدأ بقى رحلة اري لما صدقتها بتسألها لو سمعت عن فضحة بنيموم ورولا فبتقول لها اري انها ما تعرفش اصلا مين دولها علشان تعرف فضحيتهم وبيبان لنا ان اري ملاش في السوشيال ميديا خالص وده قبل ما تتشهر وحياتها كانت عبارة عن شغله بس وبتكون بنيموم ده صاحبة براند وانفلونسر مشهورة رولا بتطلع وبتنشر محادثاتها معاها كده على سور الانستجرام وبتكون المحادثة فيها فضايح منهم صاحبتنا بين موم ومجموعة مشهورة اسمهم جابيين وهنسموه من هنا الغبيين هم غابيين فعلا ودول بيكونوا اشهر ناس غير انهم اصلا اغنياء واصحاب نفوز وبتكون زعمتهم اسمات شاي عنده اخ كده عنده اكبر شركة محاماة في كوريا بتكرر تجمعهم علشان يشوفها حل للفضايح ديت لانها ممكن تقضي على شهرتهم خلص في ثانية فبيقرروا المجموع انهم يفكروا ازاي انتقموا من رولا بتكون وسطهم كده بنت اسمها سيهون ملهاش في السوشيال ميديا وبيتكون متجوزة من اخد شاي بنروح بين الاري تاني اللي بنعرف انها بتشتغل في التسويق لمنتجات التجميل وبتكون شطرة خلص في شغلها وبتقدر تقنع اي عميل يشتري منتجاتها وده غير ان اسلوبها كمان راكي وعندها ميزة تلفت انتباه اللي حواليها وفي مرة وهي بتوصل طلبية لخدامها بتشتغل في بيت واحدة من المشاهير اللي تفضحوا دول وهم قاعدين مع بعض كده فجأة بيسمعوا صوت صاحبة البيت وبطلع ان هو بيت سيهون اصلا فبتجرى اري كده تستخبه في الدولاب لان مش عايز حد يشوفها بتدخل سيهون القوضة اللي مستخبية فيها بس ما بتخدش بالها منها لانها بتتكلم مع جوزة عن فضيحة بين امهم وبتسمحهم اري وبتعرف انها في بيت واحدة من شلة المشاهير ولما بتحس ان صاحبة البيت مشت بتطلع كده وساعتها بتلاحز قدية البيت جميل وبتبدأ انها تزغل كده وبتروح لأحلام اليقظة بس بتفوقها الخدامة بتنادي عليها علشان تطلع بسرعة قبل المسيون ترجع تاني بتروح اري لمحل المجاهرات كده مع صديقتها علشان تشتري هدية لزوجة المدير وبيكون في اتنين من شلة الغبيين دول في نفس المكان بالصدفة وبتسمع واحدة فيه من صوت اري وبيطلع انها تعرفها بس اري صاحبتنا ما بتبقاش فكرة اصلا ان ملامحها تغيرت ودي بتكون مين بقى صديقة طفولتها بتستغرب صاحبتنا ازاي بقت غنية كده فبتخدها صاحبتها وبتوري لها حساب مين على الانستجرام وبتقولها انها مشهورة غير انها كمان صاحبة بريند بتكرر مين تعزمها هي وصاحبتها وبتفضل تتكلم بقى عن اري وازاي انها كانت مشهورة في المدرسة لانها كانت غنية ومتفوقة وانيقة وكان الكل بيحاول يصاحبها وبتسألها لو دلوقت بتشتغل مع والدها في الشركة لسه وقبل ما ترد عليها اري بتلحقها صاحبتها في الكلام علشان ما تفضحش نفسها وانها بقت فقيرة فبتطلب مين من اري لانستجرام بتاعها علشان تبقى تكلمها عليها واتباحها بس بتعرفها اري انها ما عندهاش هنا بقى بتكرر صاحبة اري انها تعملها هي فولو ولو حبت مين يعني توصل ل اري تبعت لها رسالة وهي اتعرفها ويبان بقى انه صاحبتنا مين كانت عايزة تستغلها فبتكرر تاخدها معاها بدل بنموم حفلة كده وبيحضرها المشاهير بس وفعلا بتبعت لصدوكة اري رسالة بتعرفها انها لازم تقول ل اري على مكان حفلة تروح معاها بس اري بترفض بحجة انها ما عندهاش لابس ومناسب فبتكترح امها انها تلبس من فستين الزبين بتوحها بس بترفض لكن بتقعد مع نفسها كده وبتفتكر اللي حصل في المحل وازاي مين اشترت اغلى المجاهرات بعد ما كانت زمان بتاخد الحاجات اللي بترمها اري بتكرر انها تعمل حساب على الانستجرام وتلبس الفستان اللي امها قالت عليه وتروح الحفلة فعلا وبتكون سيون كمان رايحة الحفلة وبتسألها اخت جزها يا ليه ملبستش فستانها الغالي اللي اشترته من فترة فبتعرفها انها بتصلح وان هو الفستان اللي مع صاحبتنا اري ولما بتوصل اري كده بتفضل تبحلق للمشاهير وازاي الناس دي بتصح عليهم بيجي هنا بقى واحد من وراء كده بيدلها الفستان فبتحسيبه متحرش وبتكرر تسوره وتبلغ عن الشرطة وبتطلب رقمه فبسألها وانا عملت اي اي انا علشان كل ده وبيحاول يشرحنا انها لما شافها من ظهرها بفكرها واحدة يعرفها فبتقول انه هيكون عبرة للمتحرشين اللي زيه اللي بنشوفهم كل يوم في محطات القطر فبيضحك كده على كلامها وبتفتكره بيتهرب كده وبتكون بتتصل بالشرطة فبيكرر يدها رقمه وخلاص وبيكون ده اصلا جون اللي شركته المسؤولة عن الحفلة وبتدخل اري الحفلة كده وبتشوفها مين فبتخدها علشان تعرفها على اصحابها ولما بيشوف الفستان بينبهروا بيه وبتفضل من كده تمدح اري انها غنية وتخرجت من جامعة مشهورة فبينبهروا بيها اكتر وما بيتكلمه وبيدخل عليهم اتنين بتتعرف اري على واحدة فيهم وهي اصلا سيهون اللي كانت مستخباها في دلابها ولما بتركز كده سيهون فقاري بتكتشف ان فستان اري زي فستانها اللي وديته بالزبط يتصلح فقاري بتبدأ تتوتر كده لما الكل بيسأل عن الفستان والجامعة اللي اتخرجت منها بتقولهم الحقيقة وانها اصلا ما درستش وانها معاها شهادة السنوية بس ومش اكتر وبتسيبهم وبتمشي بس فجأة هنا بتدخل بينبهم عليهم كده وبتضرب مين وده لانها طلبت من الامن ان هما لما بينمهم تيجي ما يدخلهاش الحفلة وبتفضحها قدام كل اللي موجودين وازاي انها استغلتها وقربت منها بس علشان تتشهر واول لما طلع عني فضايح قررت انها تسيبني وتتخلى عني بنرجعتني بقى لللايف بتاع اري وبنكتشف ان هما المفروض قتلوها بس اري لسه عايشة وانها رجعت من الموت علشان تفضحهم يعني ويا ترى ايه اللي حصل المهم يعني بتجمع شوات الاغبية دول مع بعض في مكانه علشان يعرفوا ازاي اري عايشة بعد ما قتلوها فبتقول واحدة فيهم ان هو ممكن يكون لايف قديم متسجل بس بتدخل عليهم سوهم كده وبتقولهم ان اري عايشة وبترد على اسئلة الناس اللي في اللايف وفعلا بتكون اصلا اري بترد على كومنتات الناس اللي لسه بتتقال وبيكون في حساب غريب كده بيباني ان اري بتعرفه وبيشتمها وبسألها هي ازاي لسه عايشة فبتعرفه انها عرفاء وهتقول الناس حيقتوا لما ييجي دوره ويا ترى ايه اللي حصل بقى المهم نرجع اليوم الحفلة بعد ما بينوم ضربت كده مين بتدخل هنا اري وبتدفع عن صديقة طفولتها فبتضربها بين اموم كمان وبتبدأ تستهزق بيها وبترمع سر كده على الفستان بس اري ما بتسكت لهاش وبترد لها الكف كفين وبتقفها عند حدها فبيتصدم كل اللي كان في الحفلة من تصرفها وان فيه حد زل بين اموم وبتعرفها ان الكل دلوقت عارف حقيقتها وانها انسانة وحشة من جواها صاحبتنا اري برضو ما بتهزرش ولما بتخلص كلامها بتسيب الحفلة وبتمشي الكل كان منبهر منها وانها لفتت انتباههم وخصوصا جون ولما بترجع سيونة على بيتها وبتسأل الخدامة عن فستانها بتتوتر كده الخدامة ومش عارفة تقولها ايه وبنعرف بقى ان مجموعة الغبيين دول قرروا انهم يتجهلوا مين كمان بعد اللي حصل في الحفلة بتعرف مين بقى انها تشهرت بعد اما واحد فتح صفحة على الانستجرام علشان ينشر ماضيها وان شلتها قرروا يتجهلوها ويسيبها تتحطم لوحدها وبيجي الاري كده اتصال من شخص بيطلب يقابلها ولما بتقابله بتعرف ان هو صاحب وكلة للمشاهير فبتسأله وعايز منها ايه وان هو لو نصاب هتبلغ عنه وهتفضحه فبيقولها انها لفتت انتباه في الحفلة وانها انسانة مميزة وان هو عارف ماضيها وازاي كانت غنيها ودلوقت بقى عليها ديون وعنده الفضول كده يعرف ازاي ما بتنشرش ايه حاجة على الانستجرام رغم كده بتزيد كل يوم متابعين وده بعد ما مين هي اللي تبعتها وبيسألها لو كان عندها فضول تعرف ازاي مين بقى عندها متابعين كتير كده ولو عايزة يعني تتشير زيها وفي طريق اري كده للبيت بتشوف سيهون وهيها دخل محل والدتها فبتجرب سرعة كده وبتلوق ما بتعتذر منها ان الفستان باز وانها تحاول تعوضها فبتلوق سيهون انها ما ما عملت مش هتقدر تعوضها لان الفستان ده غالي قوي وبتاخد الفستان وبتمشي فبتروح اري كده وراها وبتبدأ تعاتذر لها تاني وبتده بطاقة فيها نص المبلغ وبتقولها انها تسدد النص التاني في خلال 3 شهور وبتقولها سيهون ان كلامها مش تقلل ليهم وانها ما كانتش بتلبسه وكانت هترميه اصلا وانها معجبة بيها وكانت تتمنى يكون لقاءهم يعني في مكان احسن من ده وبتدلها البطاقة كده وبتمشي وبتحس اري هنا بالهانة وانها ازاي هترميه فستان سهره اصلا قد الفلوس اللي بتحويشها اري طول عمرها وبتكون سيهون برضو عايزة تتخلص من الفستان لانه بيفكرها بشخص كانت بتحبه في الوقت ده بتنشر مين بوست كده على الانستة وبتقول انها هتامل لايف مع شلتها ولما بيعرفوا بيقرر ان هما ميروحوش بس سيهون بتقولهم انها قبلت دعوتهم وهتروح فبتقولها تشاو انها المفروض تقاطع مين معاهم وبترد عليها سيهون انها لو عملت كده بعد الحفلة هيقول عليها غدارة ومش بتهتمل صديقتها وان علاقتكو كانت فيك اصلا فبتقتنع تشاو وبتخسر فعلا مين عدد كبير من متابعينها وبتفكر في طريقة تكسب تعطفهم بيها بتحاول انها تتصل بقيرة علشان تعبيلها وتسألها لو كان كلامها في الحفلة عن دراستها حقيقي فبتقولها انها حقيقي وان تجارتهم اتدهورت وابوها فلس وبقت فقيرة وانها دلوقتي بتبيع منتجات تجميل بتتسود مين كده وبيجي لها فكرة وبتاخدها معا للمحل اللي فيها مكتبها وستيديو خاص كده بيها وهناك بتيجي سهون وبقية الشلة كمان وده علشان يعملوا اللايف مع بعض وبيشوفوا اري هناك وبتخدهم من على الاستيديو وبتفتح لايف وبتكون اري مش عايزة تبينه الشاف اللايف لحد لما بيجي كومنت من واحد من المتابعين بيقولها انهم تبع حسابها وانها جميلة وبتبدأ مين كده في استغلال اري وبتكذب عليهم وبتقولهم انها اري صديقة طفولتها الوحيدة وانها كانت منبوزة وهي صغيرة علشان كانت من ايلة غنية وكانت دايما متفوقة وبتسرق هنا بقى حياة اري القديمة علشان كده قررت تساعدها وتسوق لمنتجاتها يعني في اللايف وفعلا مين الحربية بتحقق هدفها وبتزيد نسبة المشاهدات بتاعتها وبيتعطفوا معاها وبعد ما بتقفل مين اللايف كده بيبدأ الكل يهن اري وانها بتزل نفسها وانها بقت عروسة في ايد مين وزيها زيهم فبتسيب الستيديو كده وبتمشي فبتجرع وراها مين وبتسألها هي ليه مشت فبتعرف انها استغلتها دلوقتي وكده بتعلن متابعين واخدت حياتها بترد عليها كده وبتعرف انها مش هتستفاد من ده الوحدة وانها لازم تشكرها لانها روجت للمنتجات بتاعتها بتقولها اري انها مفيش داع للشكر اصلا وبتدها كلمتين في جنبها كده وبتسألها ازاي طيقة نفسها اصلا وايه عايشة لعيشها ديت بتتصنع حياة مش حياتها وبتقول لها مين بقى انها غيرانا علشان فقدت كل حاجة وبقت فقيرة عكس طبعا بتحس اري كده بالاهنة وبيجيلها اتصال من الشرطة ولما بتروح بتلاقي جون هناك بيقولها ان هو جيهنة لانها مردتش عليه حتى لما بعتلاها رسالة على الانستجرام وهو صراحة ما كانش قدامه اي حل تانغر ان هو يسلم نفسه علشان يشوفها بتتعصب عليه اري كده من سببه التافه ده وبتكرر تبلغ عنه بجد وبتسيبه وبتمشي صاحباتنا بقى بيبدأ يجيلها طلبات كتير كده في شغلها بسبب لايف مين وبتكون المديرة فرحانة خالص منها وبتنشر صديقة اري كده صورة لها من وراها على الحساب بتاحها على الانستجرام وبتكون الصورة ديت في اماكن مشهورة للاغنية بتده اري كده من اللي عملته بس فجأة بيجيلها اشعارات من شركات وهداية تخليها تتصدم اصلا وبتروح اري على شركة الشخص اللي قال لانها ممكن يخليها مشهورة وبياخدها المكان يعملولها فيها ميكب ومحل ملابس كمان غالي وبيقولها انها ممكن تاخد كل حاجة مجاني ده لو متابعين هزادوا يعني ومش بس هتكسب فلوس وهتعاش حياة مرفوها كمان وبيسيبها تفكر في عرضه تاني بتاخد اري قرارها كده وبتقوله انها موافقة وبتسأله عن المطلوب منها وبتروح اري للمكتب في اليوم التاني وبتلاقي مين دخل عليها واول لما بتشوف اري بتتعصب وبتمشي فبيخرج غراها المدير بسرعة وبيقولها ان هما محتاجينها علشان يحسنوا صورتها وده بعد اللي حصل يعني في الحفلة فبتقولها اري انها كمان مش عايزة كده بس ده في مصلحتهم يعني وبتروح اري على حدث افتتاح محل مين ولما بتشوفها مين بتجري عليها وبتحضنها كده بتفضل تتصور معاها وبتكون اري في الوقت ده لابسها دوم عادية وبيجي ناس من اللي امتبعينها وبيسألوها عن البراند فبتقولهم انها دوم عادية من السوق عادي فبيجيب اكتر بتواضحها خالص وبطلب يتصوروا معاها وبتعزيمهم برضو سيهون على حفلة بتعملها كل واحد المفروض بيجيب حاجات مش محتاجة وبيتبرع بيها وبعد ما الاحتفال بيخلص كده بتظهر مين على وشها الحقيقي وبتقمر انها تروح تساعد الخدم واما بيحطوا حاجتها في العربية بتنصدم هنا بكمية الهدايا وبتنشر في الوقت ده اري الصورة لها مع مين وبتلاقي تعليقات كتير وبيسألوها جابت لبساها منين فبتكرر انها تنشر بوس تاني وتكتب جايبة كل حاجة منين وبترجع تشوف التعليقات وبيلفت انتباهها تعليق من حساب مجهول في الوقت ده بيروح جون على الاسم بتاع الشرطة وما بيرضاش يروح الحفلة بتاعت سيهون الشرط بيعرفوا انها مش هتيجي وبتكون هي في الوقت ده بتجاهز كده مع صديقتها حاجات كتير علشان تباحها في الحفلة الخيرية وبتكون مبسوطة بس بتعرف انها تأخرت واني مين تعميت تتكذب عليها علشان تأخرها وبتزعل اري بس سيهون بتطمنها ان في مكان ليها ولما بتشوف اري المعروض للبيع كده بتكون الحاجات كلها برندات وماركات عالمية بتحس انها فعلا ده مش مكانها وبتتكسف من حاجاتها وفعلا بتيجي هنا الخنزيرة كمان مين وبتزودها عليها بتقولها انا قلتلك تجي متأخرة علشان تنضفي مش علشان تتبراعي بتدخل هنا سيهون علشان اري ما تزعلش بس بتسكتها تشاو وبتقولها ان اري مش من مستواهم قول انها جايت بعز بالا اري صاحبتنا صبرها بينفس كده وبتلم الحاجة بتاعتها وبتمشي وبتعب بالحاجة كده وبيكون جون وصل اصلا الحفلة فبيشيل حاجتها من على الارض وبتسعيدها تقوم وبيقولها جون او ما كانش عاوز يحضر الحفلة وكان مستنىها في اسم الشرطة وانها لما ما جاتش اري في مكانها من الانستجرام وبيعرف ان هو عمل حساب مخصوص علشان يتابع اخبارها وبيستغرب الكل ازاي جون يعرف واحدة زيها كده في الوقت ده بتلاها اري لما بتطلع ان فيه سواء مستنها برا وبيكون جون هو اللي امره علشان يوصلها بتنشر اري كده بسط وبتكتب فيه انها مش محتاجة تعليقاتهم ولا محتاجة اعجابهم وانهم لازم يوفروها للناس اللي نفسهم اصلا في شوية معجبين المنشور ده بيسبب ضجة كبيرة خالص وبيتقلب الكل ضدها وسط تعليقات الكره كده اللي بتجيلها بيكون من ضمنهم رسالة من الحساب المجهول اللي لفت انتباهها بيطلب منها انها تتواصل معها وبتستغل تشا كده وبقى مجموعاتها لفرصة وبيفتحوا لايف وبيهاجموا اري وبيقولوا انها غيرانة وبيخلوا الناس كمان تتقلب ضدها وبيحاولوا انهم يزودوا مشاهداتهم وخلاص وبيبدأ معجبين الاغبية دول يعملوا حسابات كده علشان خاطر يروحوا الاري ويهجموا عليها وبيتمنوا لها الموت وبيقولوا لها النيدية مجرد بداية ولما بترجع اري بيتها كده وبتشوف المشكلة اللي بقت فيها بتكرر تتواصل مع الحساب المجهول ده وبتطلب منه ان هو ينقذها وبعد رسالتها ليه كده بتحصل حاجة محدش متوقحة وبيطلع شخص مجهول في مدونة مشهورة كده وبينشر كسة اري وبيدفع عنها والناس بتتأثر من كلامه وبيضغير موقفهم في ثانية وبيقفوا في صف اري كمان وبيتقربوا على مجموعة الاغباية دول وبيهجموا عليهم وبيرجعوا يدعموا اري تاني وبيزيد متابعانها للضعف كمان وبيكون في الوقت ده جون قاد في حساب اري ومتابع اللي بيحصل وبيدعمها وبتشكر اري كده الحساب المجهول على مساعدته ليها وبتسأله هو مين وليه بيساعدها فبيقولوا انه مش مهم تعرف هو مين وبتتجنن في الوقت ده تشاه برضه وبعد ما بتعرف ان جون مش متابع في حسابه كله غير اري بس وبيزيد كرهاء اكتر ليها في الوقت ده بيكرر جون انه يازم اري على مطعم بحجة انه عايز يعني يخلص من حوار القضية ده فبتقولوا انها تتنازل عنه وانها ما كانتش تعرف انه مهم كده فبيقولها انها تابعها على الانستا وبيشوف اخبارها على طول وانها بتخليه دايما ان يفكر فيها يعني فبتسأله عايز منها ايه وليه مهتم كده وبيقولها انه اكيد في سبب وانه مهتم بها قوي وعاز يخرج معها يعني في موعد وبيطل منها انها تفكر في عرضه وبعدها بتمر فترة واري شهرتها بتزيد اكتر بسبب فولو جون كمان ليها وبيطلع اشعاعات انه هما بيتوعدوا كمان وبيكون اسمها تريند في كل مكان وبيكون جون عامل حفلة كده وبيعزم كل مشاهير السوشيال ميديا ومن ضمنهم اري اللي بتحضر كمان الحفلة بعربية فخمة ولما بتشوفها مين بتنصدم وبتسألها عن الاشعاعات اللي طالع عليها هي وجون ولو فعلا مرتبطين بتكسفها اري كده وبتقولها الحاجات دي هات اسئلة شخصية وانها ملهاش فيها وبتحضر ممثلة كده مشهورة الحفلة كمان وبتكون صديقة تشاي فبتسلم عليها ولما بتشوف الممثلة كده اري بتجري تسلم عليها وتتصور معاها هنا بتغير تشاي وبيباني الحكض في عينيها وانها مش نويلها على خير خالص وبيكون في الوقت ده برضو جون واقف في مكان هاتي كده الواحده وبيرائب اري بتروح سيون ليه وبتشوف نظرته كده للبطلة وبتطلب منه يبطل يعني يلعب مع اري لانها طيبة وما تستيلش ان هو يقزيها زي ما عمل معاها وبيطلع ان هو في ماضي بينها وبين جون اصلا وان هم اصلا كانوا بيتوعدوا واستكلمهم بتنفجر كده تشامني الغيرة بتروح بتكب العصيرة على فستان الممثلة وبتزلها وبتفكرها بماضيها وبتقولها انها لولا عائلتها كانت زمنها دلوقتي ملعاش لازمة اري ما بتقدرش تشوف اللي بيحصل وبتسكت طبعا لازم تعشر نفسها ولسه بتتكلم وتدفع عن الممثلة بتمدت شائدها كده علشان تدعها كاف وقبل ما ينزل الكاف على وشها بتيجي سيون بسرعة وبتفضل مشكلة وبعد ما الحفلة بتنتهي بتروح اري تشكورها على وقفها جنبها فبتعرفها سيون انها عملت حساب على الانستجرام مخصوص علشانها وبتطلب منها انهم ما يبقوا صحاب بيبدأ يتحسن الوضع عن مادة الاري واهلها وبيطلب جن كمان منها انهم ما يتقابلوا في مطعم وبتاخد معها صديقتها كده ولما بيشوفها بيقولها انهم ما اتفقوا انهم ما يتغضل وحدهم فبتقولوا لأ يا باشا يا صاحبتي رجلي في رجليها ما بتحبش تاكل لوحدها عمري جن كده بيتدايق وبيقولها تمام اشبعوا بعض انتوا واجد عنه بيسيبهم وبيمشي فبتجرى اري ووراها وبتقولوا انهم ما فيش اي مبرر يخليه اتقمص فبيركب عربيته وبيطلب منها انها تيجي معا بيته ويتغدوا مع بعض هناك بدر الخراجة اللي بازت فبتروح اري معا عادي وبتشوف ازاي فعلا انه هو غني وصاحب نفوز وبتتصدم لما بتلاقي واحدة بتفضل تمشي كده وراها علشان تاخد جزمته بتقولوا انها عارف انه هو متكبر وغني بس مالوش الحق يتعامل مع الناس بالحقارة دي فبيدفع عن نفسه بقول لنا ده تقليد قديم عندنا وانا في الاول ما كنتش متكبله برضو ولما قلت معدتش هعمل كده السيتي دي كانت هتفقد وظيفتها قرر ان هو يتقبل الوضع وخلاص وانها مش شخص وحش بس اري بترفض تسمعه وبتقوله انها فكرت وانها بترفض طلبه وانها بترفض ترتبط بيه وبتقوله انها اصلا جابت صديقتها علشان ما كانتش عايزة تبقى معا لوحدها وبتسيبه وبتمشي في الوقت ده بتقرب واحدة اسمها انجيليا من اري وبتكون واحدة من مجموعة الاغبية وبتقولها انها مستعدة تخليها تنضم المجموعتهم وتخلي تشاطة تقبلها وانها تبعت لها عنوان يتقابلوا فيه فبتكرر اري تفتح براند خاص بيها وبتروح على السوق اللي جابت منه لبسها وكان عاجب كل الناس وبتبدأ بقى شغلها اونلاين وبتكون هي الموديل للبراند بتاعها كمان بتاخد صور بالهدوم واخوها بيعدلها عليها كمان وبتنشرهم على الانستجرام بتاعها وبتلان فيه اقبال كتير كده وبيعجب الناس كمان بيها وبتوصل في لقية درسها من انجيليا ليها بتعرفها بالمكان وبتعرفها انها كلمة تشاو وفقت انهم يتصلحوا بتروح اري للانوان كده وبيطلح حينة اخد شال مشهور اصلا ولما بتروح تشاو بتشوف اري بتتعصب وبترفض تكون في نفس المكان مع اري صاحبتنا بتدايق لما بتعرف ان انجيليا كدبت عليها وان اتشاو لسه بتكرهها اصلا وبتقوم وبتمشي بس انجيليا بتجري وراه وبتقولها انها ما كذبتش عليها وانها جابتها هنا مخصوص علشان عارف يعني ان اتشاو هتصلحها وبتقنحها ترجع معها وبتكرر في الوقت ده اري تدها فرصة كمان بيقابل جونسي هون كده وبيحكي لها مشاعره تجاه اري وانه مش قادر يتخطاها بعد ما رفضته وانه بعوزها اكتر من الاول كمان بتدخل اري كده مع انجيليا وابتكون في الوقت ده اري مصدومة ومش عارفة ايه اللي بيحصل ولا تعمل ايه وبتشوف سيون كده الصورة اللي نشرتها تشاو على الانستا وبتاخد جزع كمان وبيروح بسرعة بيروح جون برضو وراهم ولما بيعرف ان اري هناك بتحاول سيون تفوق تشاو وبيقول لها انها كان فاكرة مختلفة بتحاول انها تفهم انها فيهم غلط بس هو ما بيسمعش كلامها وبيسمعها صوت حد بيصرخ كده من القوضة فبيجروا يشوفوا ايه اللي حصل وبيطلع ان شاب من الاخد جرعة زيادة على وشك ان هو يموت فبيتدخل جون علشان يحاول يساعد وما بيعرفش اري لسه بتتصل بالنجدة بيتدخل اخد شاو بيهددها وبيعرف انها تتحاسب انها كانت معاهم وبيطلع منها انها تيمشي بسرعة وهو هتصرف وانها ما تدخلش نفسها في حاجات هي مش قدها وبيتصل على دكتور تابعه علشان يلحق الشاب ده قبل ما يموت بتوصل بطالتنا كده لبيتها وبتعرف ان الصورة اللي نشرتها للبراند بتاعها جابت ريتش عليه خالص وناس كتير طلبت من براندها وبتحس صاحبتها من الخنزيرة بالغيرة منها وبتفكر في خطة علشان تدمرها بعدها سيهون بتطمن اري كده وبتعرفها ان جزة انقذ الشاب ده وبتطلب من اري تقابلها في مكتبها ولما بتروح اري بتلاقي ان جون وجوز سيهون داخلين للمكتب وكان معاها ظرف وفيه عقد مكتوب فيه انها ما تتكلمش عن اللي شافته في الحيانة وبيأمورها كده وتمضع عليها وبالمقابل هيديها فلوس يعني علشان تكبر مشروحها بترفض اري كده وبيهددها يوه بيعرفها ان المستوىها أقل من مستوىهم قول ان هو بسبب عنادة ده هتجيب مشاكل لنفسها واهلها بتبدأ تخاف كده ويدها بترتعش وهنا جون ما بيقدرش يقف ساكت وبياخد اري وبيمشي بتتعصب سيهون هي كمان من جوزها وبتمشي في الوقت ده جون بيطلم منها ان هو يوصلها بس بترفض و بتقوله انها مش عايزة تشوف وشه تاني وبتسيبه بس جون بتعصب منها ومن عنادها بياخد عربيته وبيطلع وراها وبيدخلها الفندق تاني وبيقرب منها كده وبيعرف ان هو هيقدر يعمل اللي هو عاوزه بس هي لأ يعني مقدمهاش قرار غير انها تقع في حب يعني وبيطلم منها انها متعرضش نفسها للخطر وما تدخلش في مشاكل تشوي تاني ونوا مش هيستحمل يشوفها في مشكلة بسببها وبتشوفهم هنا سيون وهم قريبين من بعض وبيبان في عينها كده الحزن بيروح جون كده المكتب اخد شاو بيهددوا ان هو لو ما حلش مشكلة تبعيد عن اري هيكون لتصرف تاني معاه وبيتشير براند اري برضو اكتر وبيجي لها الاف الطلبات بتروح اري وصديقتها للمحلات علشان بقى تشتري الهدوم اللي هتباحها للناس دول وبيعرفها ان كل القطع حد اشتراها واسمها يوري وبتوع اري كده في مشاكل مع الناس اللي دفعوا الفلوس ومستنيين تتشحن طلباتهم وبيبدأ المشروع بتاعها نوايا نهار والناس بتطلب ان هما يرجعوا لها فلوسهم تاني بتقرر اري تروح وتشوف مين يوري وعايز اي منها بتدخل عليها مكتبة هواية بتلعب امر كده وبتشتمها قدام اصحابها فبتتعصب يوري وبتقولها ان مين هي اللي دفعت فلوس لها علشان تشتري قضايتها وانها هي اللي عايزة تجيب لك مشاكل فاري ما بيجيش قدامها غير انها تكلم الحساب المجهولي لساعدها قبل كده وبتطلب مني يقولها معلومات عن يوري او فضايح عنها يعني وبترجع اري تاني لمكتب يوري وبتطلب منها انها تلعب معاها بتوفق يوري عادي وبتقولها ان هما بيلعبوا على فلوس فبتطلع اري مبلغ كبير كده وبترهن به وبتفضل تعليل رهان كده وبعدين بتقولها انها عارفت ازاي ات شهرت وانها كانت بتعرض نفسها للرجالة بتوعها الاعمال لحد لما وصلت للي هي فيه بتتعصب يوري كده من كلامها بتسألها ازاي عارفت الكلام ده وبتبدأ انها تتوتر فبتكسبها اري كده عادي وبتقولها انها من النهاردة مش هتسكت لهم وبتسيبهم وبتطلع كده وبيطلع بقى الشخص المسؤول عن توصيل الهدوم ليوري يعرف اري اصلا وكان بيشتعل في مصنع ابوها قبل ما يفلس وبيقرر يروح على بيتها وبيدالها الهدوم وستاد كده بتقول انها تقفل للاكونت فترة وبيكون في حفلة عرض ازياء كده الماركة مشهورة بيحضرها كل المشاهير ومن ضمنهم كمان الشيال بتاعت الاخبية دول معده انجيليا بتستغرب تشاهد زي انجيليا ما جاتش رغم ان هي بتحب الماركة العالمية ديت ودايما بتشتري منها بتكون انجيليا وصلها رسالة من رقم غريب كده بيطلب ان هو يقابلها وبتظهر كده البطلة وهي لابسها دوم غالية وبتدخل تقعد مكان انجيليا فكلهم بيستغربوا ازاي جات مكان زي ده ومين عزمها اصلا وبتطلع اري هي اللي بعتت الرسالة الانجيليا ومسك عليها زلة وانها باده تضمر حياتها في ثانية بتعايت كده انجيليا وبتترجى ما تقولش لحد وان عندها اسبابها علشان تعمل كده وان جزء ما بيصرفش عليها فبتقولها اري انها علشان تسكت هتاخد منها دعوة الحفلة وتحضر بدلها وبتعمل صاحبتنا سيرش عن صاحبة الماركة وبتعرف انها بتحب ماركة معينة فبتظهر اري على احسن لبس في الماركة ديت وبتشتريه وتبدأ تجاية نفسها علشان نوي على لعبة تقيلة وبتروح وبتقابل صاحبة العرض ديت وبيحضر كمان جون العرض وبيشوف اري وبتجي عن يوم في عيون بعد كده وبيفضل جون طول ما هو قاعد مركز معها وبعد ما الحفلة بتخلص بتروح لصاحبة العرض وبتعرفها انها حبت العرض وانها قدوتها وبتشوف صاحبة الماركة المشهورة كده تنسيق اري لهدومها وازاي حلوة وكمان بيعجبها ان هم بيلبسوا من نفس الماركة وبتقدر اري يعني انها تلفت انتباهها بتفرح اري جدا بنجاح خطتها وبتاخد صاحبة العرض الصورة لاري كده وبتنشرها على الاكاونت بتاعها بيعجب الناس كلها بيها بتزيد التنبيات اكتر واكتر وشهرة اري معها كمان وبيوصل حسابها اخيرا فوق المليون كل ده في فترة سيارة وبتطلع بها في امقابلات واعلانات وبتكون صورها في كل مكان بتعرض وكالة اري كده عرضة على وكالة جون وبتروح اري للاجتماع وبتطلب من جون ان هما يتعونوا مع بعض واول لما بيشوفها جون بيقولها ان هو كان قلقان لما اختفت وان هو مبسوط اخيرا انها بقت كويسة وان هو قبل العرض بتاعها ومستعد يقبل اي حاجة علشانها وبيسألها لو لسه مش عايزة تكون معاه وبيقرب منها كده والمراضي ديعت اري ما بتبعدوش وبتستسلم له عادي وبعد العقد بتاع اري مع الشركة بتاع جون بتزيد شهراتها اكتر وبتشتري بيت لأهلها وبتفتح محل البراند بتاعها كمان وبتوصل نجوميتها للسماء وبتتخانق عليها كل عروض الرعاية بنروح بينها لتشال اللي قررت انها تشتري هدومه ولما بتعرف ان القطع اللي عجبتها مصممة مخصوصا لأري بتتضايق خالص وما بتكونش طيقة نفسها وخصوصا بعد ما اري شهرتها زادت نروح بينها لاري اللي للأسف يعني بيتغير طبعا عن الاول وما بتسمعش رأي حد وبتنفذ اللي في دماغها حتى صدقتها بتلاحظ كده بتحضر اري كده حفلة خيرية وبتكون في الحنة بتاعة تتشع بيكون اخوها في الوقت ده يخبط بنته بالغلط بس بيلحق نفسه في اخر لحظة بتنزل في الوقت ده اري تتطمن على البنت وبتلاها حالتها صعبة بتعرض عليها المساعدة فبترفض وبتصرخ في وشها فبتسيبها اري وبتمشي وبتشوفها كده رايحة نحية الحفلة بتستغرب هزيها تحضرها بالمنظر ده وبيكون بقى من ضمن الحضور الخنزرة مين واللي بيجري عليها كل الناس علشان تصوروا معاها لحد لما بتوصل هنا اري وبتاخد كل الاهتمام وبتوصل مصممة الازياء المشهورة كمان وبتسلم على اري بتقعد معاها في المكان المخصص للضيوف المميزين كل ده تحت انظار شلة الاغبية بتكونت شاي مش طيقة نفسها اصلا لين اري بقت في وضع اعلى منها وبتلاحس كمان اري نظاراتهم فبتكرر تروح تسلم عليهم او بمعنى صح يعني تشمت فيهم او في وضعهم وتعرفوا انها بقت احسن منهم بتسيبهم وبتمشي كده وبتروح تشاوروها علشان تتخانق فبتقع والكل بتفرج عليها وبيوع للأسف العصير برضو على اري وبتروح تبدل هدومها هناك بتشوف البنت اللي شافتها قبل الحفلة وبتلاقها بتعيط وبتترجهم يقول لها اخوها فين وانها متأكدة ان هو ما انتحارش وبتفهم اري ان اخوها الشاب اللي اخد جرعة زيادة وبياخد جون كده اري وبيمشي وطلع الموضوع كبير وبتركب معها العربية كده وبيعترف لها جون ان هو بيحبها هنا وبيتمنى تبدله نفس المشاعر وان هو مستعد يستناها لحد لما تبدأ تحبه وبيمسك كده كده علشان يأكد لها مشاعره وبتبدأ اري تعجب بيه فعلا وبيجي لها رسالة كده من الحساب المجول وبتقوله انها مبسوطة ان يكلمها بعد ما انقطع عنها فترة كبيرة وبيقول لها انها بعد ما تشاهرت نسيته خالص حتى انها تجهلته لما قررت تفتح البراند الخاص بيها بتقوله انه هو لما بعد كانت هي قفلة صفحتها ولما فتحتها بعتت له على طول وما ردش هو فبيقول لها ان هو هيقبل اعتذارها وهتكون فرصتها الاخيرة وبيطلب منها انها تعمل حساب تاني تكلمه منه فبترفض اري كده وبتطلب منه تعرف هو من الاول بس هو بيشوف رسائلها وما بيردش علها اصلا في الوقت دا الجون بيطلب بها من سيون ما تدخلش في مشكلة الشاب اللي مات وبيفكرها تبطل عناد وانها بسبب عنادها حياتهم بتتدمر وبيفكرها بعلاقتهم اللي انهارت بسبب انها كانت بتعاند وما بتطلبش المساعدة لما بتحتاجها وبتشيل كل حاجة في قلبها وبنعرف ان سيون اهلها غصبها تتجاوز اخد شاء وما قدرتش ترفط طلبهم ولما بتحكي الجون كده بيقولها انت حرة هو ما صرحهاش بمشاعره اوه بس هي كمان عمرها ما فتحت قلبها ليه وحكيت له همومة بتوصل هنا شهرة اري بقى للصين وبيجي لها عرض من اضخم الشركات هناك علشان تروج للبراند بتاعها وفي نفس الوقت بيوصل بقى رسالة تشاين من الحساب المجهول وبيقولها لو عايزة تعرف ازاي شهرة اري وازاي نتخلص منها يبقى لازم تسمع كلامي بتكون في الوقت ده بطلتنا في المحل بتاعها بتدخل عليها واحدة ما تعرفهاش بتسلم عليها فبتسألها اري هي مين بتتجاهل سؤال اري كده وبتبدأ تمدح مكان براند اري وبتقولها ان هو جميل وبتقولها كمان ان هي جميلة ومش مختلفة عن صورها زي مشاهير كتير بتكرر اري كده سؤالها برضو بتقولها انت مين وبتسألها هي ازاي ما تعرفهاش وبنعرف بقى ان ديها ترولا اول فداحة تكلمت عنها خالص فبتفتكرها اري وبتقولها انها عرفها وان هي اللي فضحت بنيموم وانها كانت سبب افلاسها وطلقها كمان وبتعرض رولا كده على اري المساعدة وبتقولها انها معجبة بيها وانها لازم تنجح وقديها يا مميزة وتستحق الشهرة اللي فيها وبتتكلم بطريقة غريبة كده بتحس اري انها سمعت الكلام ده قبل كده من الحساب المجهول اللي كان بيساعدها واختفى فجأة فبتسألها اري لو هي الحساب المجهول لكن رولا بتنكره انها ما تعرفش بتتكلم عن ايه بتبتسم لها ابتسامة غريبة كده انه روح بين الجون اللي بيروح لاخد شاي مكتبه وبيورله الصور اللي تسربت لتشاي لما كانت بتتعاطى وانه انتشر موت شاب من الموجودين وبيلوموا ازاي الصور دي تتسربت وهدده انه هو هيكشف الحقيقة لو حصل حاجة لاري فبيهدده اخد شاي انه هو ممكن يتعرض للازى هو واري وشركته كمان لانه فكر يلعب بدله ويتحدى وبنرجع بقى لاري وهي بتسأل صاحبتها كده عن رولا وبتعرفة صاحبتها ان رولا كانت زيبونها عندي بنيموم وكانت بتشتري منتجاتها كتير فعجبت بنيموم خالص وعرفتها على مجموعة غبيين انضمت ليهم بس بنيموم اكتشفت انها فقيرة وان كل حاجتها كانت مأجراها وراحت بيتها كده وصورت فيديو لها وفضاحيتها بتاخد في الوقت ده سيهون الفون من تشاي وتمنحها تستخدم السوشيال ميديا وبتروح اري المطار تستقبل البنت الصينية المشهورة الى السعادة في ترويج منتجاتها بيروح المصنع بتاع اري كده بتشوف البنت المصنع وبتطلب كده منها مليون قطع بتتوتر اري كده وبتخاف تحصل مشاكل من الكمية لكن جون بيجي وبيطمينها وبيعرف ان التسوق مهم في الوقت ده بنروح بين الام اري وصدقاتها واما اللي اتنين بتخنقوا مع بعض وبتتهمها الام انها غيرانا من بنتها وشكل اري هتخسر صدقاتها المقربة ولا ايه بنروح في الوقت ده بقى لسيهون اللي كان معاه شهادة الوفاء اللي تصربت وراحت لجوزها قالت له انها هتسيب البيت وتمشي ولما بيسأل عليه فبتعرفه انها معرفاش ان الشاب اللي كان بيتعطى المخدرات ده مات وان هو خب عليها وبتلومه فبيقولها ان هي بتتكلم زي جون وبيسألها لو قبلته فبتعرفه انها ما شافتش حد فبيعرف ان هو بقى انها كان عارف بعلاقاتها مع جون اصلا وبيتعصب لدرجة انها كان هيدرابها بس بيمسك نفسه اخر لحظة انه روح بينها الاري اللي لما بتروح لمكتبها بتلاقي صديقاتها عملة تروج لمنتجات ااري كترافض انها تروج عليها بتتصدم كده هنا البطلة بتقولها صديقاتها انها قررت تروج لهم لانها ما كانتش رادية وانها ضغيرت وما بقتش زي الاول فبتتعصب ااري عليها فبتدهي صديقاتها كده وبتقولها انها عارفة ان هي بتقلل منها هي والدتها وكل ده علشان انت تشهرت يعني وشايفاني دلوقت انا نقرة وانها بقتشبههم بالزبط وبتاخد بعضها وبتمشي بتتصدم ااري كده من كلامها وبتعرف انها بقت وحيدة خلاص بتروح ااري علشان تصور وبتكون في نص التصوير وبيدخل عليها محقق وبيقولها ان هو المسؤول عن القضية بتاعت المالها وبيسألها لو تعرف حاجة بتتوتر كده وبتنكر خالص وبترجع تكمل التصوير عادي وبتكون فيه بس مع البنت الصينية وبتقف نسبة المبيعات عند 50 الف بس والمفروض هي واخدة منها مليون قطعة فبتخاف ااري كده وبترفض المشهورة الصينية تكمل البس لكن بيكتشفه ان البرنامج كان فيه مشكلة من شدة الطلبات وفعلا بيتباع كل الكطع وبعدها بترجع ااري لبيتها بتقفل تليفونها وبتقرر تروح للمحقق وتحكيله على اللي حصل بتفتكر ااري اللي حصل في اليوم ده وهي مع المحقق كده وبنكتشف ان اخد شام ما خلي رئيس الاسم رأي بتحقيق ااري وبيبلغه باللي بيحصل اول باول نروح بينا للخنزيرة مين وها بتتكلم كده في الموبايل مع حد وبيباني انها مجهزة خطة وبتروح تقابل المجموع بتاعة الاغبية دول وبيكون في بوست منتشر عن فضايح ليهم وشكين اللي نشر البوست ده هي ااري فبيقرروا انهم هيتخلصوا منها وبيكون مين عندها فكرة كده لكن بتقطعهم البنت اللي شغالة في مركز التدليك نروح بينا بقى لسيهون وهي مع ااري كده وبتسألها هي ليه راحت مركز الشرطة فبتعرفها انها قالت الافادة بتاعتها وبتسألها هي ليه عملت كده وان ده ممكن يعرضها للأذى فبتعرفها انها كان لازم تعمل كده وتتحمل المسئولية وبتمشي ااري وبتتكلم سهون كده مع حد وبتطلب منه انها يقابلها نروح بينا لرئيس الشرطة كده اللي بيطلب من المحاقق انها يسلم له ملف القضية بيتطمن اخدشها لما بيعرفوا المحاميين ان رئيس الاسم هتولى القضية وهيقفلها له كمان وبيعرف كده ان الخنزيرة مين هي السبب في فضحة اخته فبيقرر يعقبها وبيخليها كابش فدى كده لاخته وهيلبسها هو الموضوع كله بنروح بينها لمين وهي في محلها وبتكلم الحساب المجهول وهو نفسه الحساب اللي كان بيكلم ااري برضه وبتطلب منه يسعيدها علشان تفضح ااري وبتقوله انها عارفة ان ااري تخلت عنه وانها محتاجة مساعدته علشان يقضى على ااري وبيكون برضه في احتفال زغير كده بنجاح الشغل وبيتصلح ام ااري صادقتها وبيحلوا الخلاف ما بينهم كلهم وفجأة بينزل حساب مجهول كده اسكرينات لكلام ليه مع ااري وهي بتطلب منه يدها معلومات وفضيح عن مجموعة الاغبية وده علشان تستغلهم وبتنفضح ااري كده وبينتشر الخبر بسرعة وبيبدأ الكل يهاجمها تاني في الوقت ده بتكون ااري في المصنع وبتكلمهم معها علشان ترجع وتشوف الكرسى اللي حصلت وبتطلع بقى ان مين هي اللي نشرت الاسكرينات ديت وبتكون كلها مفابركة وفوتوشوب اصلا بنروح للبطلة اللي بتكون معجون وبتطلب منه ان هو يوصلها المكان وبنكتشف انها رايح علشان تقابل رولة بتقول لها رولة كده انها ليه جاية هنا رغم ان هي اللي طلبت منها انها مش عايزة تشوفها تاني ورفضت تسمحها وبتسأل ااري كده لو هي اللي نشرت الاشعات والاسكرينات ديت او لأ بتنكر هنا وبتعرفها انها ملاقش اي علاقة عن الحساب المجهول ده وبتعرف ان انها تقربت لانها طوع قريب زي ما وقعت بنيمون برضو فبتسيبها ااري كده وهي ازعلان خالص وبتمشي وبتلب جون كده يسعدها ويتعقد معها علشان ما تخسرش برندها بس بترفض علشان ما توردش هو كمان وشركته ويتضر وبيحذرها انها البداية بس وانهم مشاكلهم هيئزوها جامد ومش هيسكوتوا غير لما يوقعوها بنروح بنا للمحقق اللي بيعرفه زميله ان القضية دي خسرانة وانها احسن له يعني يقفلها وخلاص بس هو بيرفض وبيعرفه ان فيه شهود بيقوله يا عم ده ااري مريبة وشكلها بتاعت فضايح اصلا على السوشيال ميديا هوت حتى بوص ده القضية ده لازم تتفل احسن لها ولينا وفي الوقت ده بتنزل ااري بوست كده انها هتفضح كل حاجة وهتعرفه مع حقيقة كل المشاهير في الوقت ده بها عندي الخنزرة مين في المحل كده بيدخل زوجها ومعها اخد شهود وبيعرفها اخد شهود ان هو عارف ان هي لنزلة الصور اللي فضحت اخته بيها وبيبدأ يهددها بالحكم اللي هتاخده بعد اللي حصل معاها وانها جريمة احتيال وهتتعرض للسجن فبتترجعها هي وزوجها ما يعملوش كده وبيعتزروله فبيطلب منها علشان يسمحها تفتح بس وتحكي اللي حصل وانها السبب في كل الاشعاعات في الوقت ده بتكون قاري بها فتحت بس مباشر وبتكرر انها تفضح حقيقة الحساب المجهول وبدأت تقول انها تتحمل نتيجة افعالها بتكون برضو الخنزرة مين كمان فتحت بس وكانت منهارة وبتعترف انها لنشر التشعاعات المالها بسبب ان قاري كانت بتهددها لانها كانت عارفة حقيقة ماضيها وانها كانت من عائلة فقيرة وانا قاري هي اللي طلبت منها تكتب المنشور وقالت انها مش قادرة تخبل حياة اكتر من كده وبتلبس الموضوع كله القاري في الوقت ده هم ما بيعرفوا اللي مين بتقوله وبيبدأوا ينهاروا من الكلام اللي بيسمعوه بتروح في الوقت ده سيهون لجزها وبتسأله لو هو الاكبر مين تصور البس ده بيتعصب ويقول لها ايه وانا انا اللي عملت كده وخلاص حلت المشكلة وانها ما تشغيلش بالها وبيسألها لو جين هو اللي بعيدها ليه بتهدد هنا سيهون انها تكشف اللي حصل وبيدخل جون وبيديه لورق شكوى قضائية فبيقوله اعلى ما في خيله يركبه وان الورق اللي معه ده يبين له ويشرب ميتها وانه ما فيه شهود اصلا بس بيقوله جون انه هو هيشهد ضده وانه هو كان موجود يوم الحادثة وبيجي هنا برضو الارتصال من المصنع وبيبلوه ان الناس بترجع منتجاتها ومش عارفين يتصرفوا ازاي نروح بينها لسيهون اللي بتعرف جون انها هتروح تشهد معاه فبيرفض وبيروح للمحقق لوحده وبيتصل بسكرتير بتاعه وبيطلب منه يبعث محامين للاسم وبتكون اري في الوقت ده بتتكلم مع المحقق برضو وبيعرفها ان هم عارفوا صاحب الحساب اللي يفبرك المحادثات وبتروح على اسم الشرطة علشان تعرف مين في نفس الوقت بيبعث جون رسالة الاري علشان يطمنها ويعرفها ان كل حاجة هتبقى كويسة وجون بيامل حادثة كده وبنكتشف ان اخد شاه هو سبب الحادث ديت ولما بتروح اري الاسم الشرطة بتنصدم اري لما بتعرفه وان صدقاتها هي اللي فبريكت المحادثات واللي فتحت اكونت تاني علشان تشتمها وتكرر الناس فيها وبيجي الى الغدر من اقرب الناس اليها ويديها اليمين ما بتكونش مصدقة عنها كده وبتعيط بيطلب منها اخوها انها تقضي صدقاتها فبترفض وبتجري وراها صاحبتها كده وبتحاول تتأسف لها بتقول لها ان الغرة تمكنت منها وما قدرتش تسيطر على نفسها وانها ندمانة بيجي الاري اتصال كده وبيقول لها ان جون عمل حدثة وبتروح جاري للمستشفى بس هما بيرفضوا يخلوها تشوف جون بتنهار اري كده والدنيا كلها بتبقى متكركبة على دماغها وبتعرف كمان ان صاحب المصنع قرر ينهي حياته والكل بيلوموها بسبب اللي حصل وانها حطته في ضغط كبير وبيبدأ هما كمان يلوموها وبيطلبوا منها انها تروح وتزور صاحب المصنع اللي لسه رايح من شوية ده وتخلص الناس من شرها هنا اري بتايقس فعلا وبتجالها الفكرة بس بتوصل في الوقت ده رسالة من الحساب المجهول للخنزيرة مين وبيقول لها انها اخيرا اتخلصوا من اري وبتشكروا مين كده وبيدخل عليها بقى مجموعة الاغبية كانت هي لسه بترد عليها فبتسيب التليفون وما بتكملش عادي وهنا بيداق صاحب الحساب المجهول بتحاول سيون انها تتواصل مع اري وما بتردش وبتقلق عليها بيجي هنا جزف فبتعرفوا ان ده هتكون اخر مرة يتكلموا فيها وانها قررت خلاص تشهد بكل حاجة للشرطة فبيعرفها انها مش هيتحسب لوحده وان والدها كمان هيتعاقب وبيسألها لو عمرها سألت نفسها هي لها بقى ضغط عليها تتجوزه وبيجاوبها كده وانها تسطر على كل جرائمه وبيهددها بأهلها بس سيون بتعرفوا انها خلاص ما عادش همامها حد يجروا نفسها وهتعمل ان هي عايزاها انه روح بنا الاري اللي بتروح للمستشفى علشان تشوف جون وبيكون لسا فغيبوبة وبتفتكر كل الذكرياتهم سوا وبتعترف له انها بتحبه ولو رجع بها الزمن كنت هتقوله وانه كل مرة كانت بتبعده عنها لانها كانت خايفة على قلبها صاحبتنا بتطلع على صور المستشفى كده وبتكرر خلاص انها عايزة تطير بس هنا بتلحقها سيون في اخر لحظة بتعرفها ايري انها خلاص مش قادرة تتحمل بتفضل سيون تخافف عنها بالكلام وبتعرفها انها مش قلطتها نروح بنا للباس اللي ايري كانت عاملها علشان تفضح الناس كلها وبيحاول ان هو يتقبض على الدكتور اللي تسطر على موت الشاب وبتكون ام ايري محبوسة فبتروح لها مين وبتسألها على مكان ايري فبتبدأ امها هنا تتعصب عليها بتقولها الناس سبب في موتها بعدها بتظهر بنت غريبة وبتكون قادرة مع صحابه هم بيتكلموا عن ايري وازي انها قلبت كوريا كلها وبتروح لبيتها وهي في طريقة كده بتركب مع سواق تاكسي وبتمثل انها غنية وبتطلب منه ينزلها في مكان كده بيسكن في الاغنية بس وبعد ما بيمشي بتروح لحي الفقرة واللي بتكون في شقيتها وبتفتح الانستجرام وبتسجل دخول فيها من الحساب الموهول بقى اللي كان بيرسل ايري وبيطلع بقى انها البنت اللي كانت شغالة في مركز التدليق اللي كانت بتروح له مجموعة الاغباية دول وكانوا دايما بيتنمروا عليها وبين ايري فبتكرر تتواصل معها علشان تعرفها اسرارهم وتقدر تساعد ايري في الانتقام ان روح بينها لإسم الشرطة تاني وبيبقى فيه قدامه صحفيين كتير من مستنيين البيان اللي هتوضح الشرطة عن ايري ومكانها وبيشرح المحقق للرئيس ان ايري مش موجودة وان اخوها وصديقتها استخدموا الزكاء الاصطناعي علشان ينتقموا ليها وبيقبضوا عليهم كده وبيسألوها عن مكان ايري بس بيرفضوا يتكلموا وبيقولوا ان هما ما يعرفوش عنها حاجة وانها اختفت وبنروح بين الجيون واللي بيكون في مكان بس ايري بيطلب من السكرتير بتاعه ينفذ حاجة هما اتفقوا عليها وبنشوف اللي حصل مع مجموعة الاغبية بقى بعد البس وازاي كل واحد فيهم اخد جزاءه وبيخسر كل حاجة نروح بينها لمركز التحقيق والمحقق بيسأل اخدشان عن حادثة المالها وازاي الشاب ده مات فبينكر معرفته باي حاجة وان القضية تقفلت اصلا لكن بيصدموا ان الدكتور قال لكل حاجة عن الحادثة بيكتشف هنا اخدشان ان هو بقى فارطة خلاص فبيدخل الحمام علشان يكلم المساعد بتاعه بيدخل عليه هنا جون وبيعرف ان هو استعاد وعيه وان هو خلاص كمان اتكشف والكل اعترف عليه وانهايته الرابط فبيتصدم كده لانه كان مفكر جون مات اصلا بنروح بينها للمساعد بتاع اخدشان وهو بيكبر صاحب المالها ان هو يعترف ان هو السبب في الحادثة بتاع جون وان اخدشان هو اللي طلب منه وكان بيهدده وبنكتشف ان جون هو اللي خلاه يعمل كده بنرجع تاني المركز التدليق وبتطلب ساحبة المركز من ايون انها تهتم بعميلة معينة وبتعرفها انها مهمة ولما بتدخل قوضة التدليق علشان تهتم بالعميلة بتلاقي شخص غريب كده ولابس ماسك وبتفضل ايون تتكلم معاها لكن ما بتردش عليها فبتتعصب وبتقولها لما حد يكلمها لازم ترد هنا بقى بتشير الماسك وبنكتشف انها ايون بتنصدم ايون كده وبتسألها هي ازاي لسه عايشة بتعرفها ايون انها عملت كل ده بس علشان توصلاها هي وانها عارف اسمها الحقيقي وانها صاحبة الحساب المجهول بتحاول انها تهرب بس بتلحقها البطلة وبتعرف ايون ان ما فيش امل خلاص تهرب فبتكرر انها تطير وقبل ما تعمل كده بتعرف انها مش ندمان على اي حاجة عملتها وانها فرحان انهم اخدوا جزائهم بعدها بتكرر تطير من الشباك بس بيعرف انهم ينقذوها وبتلاقي اري وجون كده قدامها وبتعرف انها لسه عايش كمان وقبل ما تتكلم بياخدها في حضنه بيعرف انهم مش هيتفرقوا تاني وانها بيحبها وان كل حاجة هتبقى كويسة من هنا ورايح بتروح اري على بيت ايون وهناك بتفهم هي ليه عملت كل ده وانها كانت بتتعرض للتنمر والزل منهم فقررت تنتهم علشان كده نروح بنا لسهون اللي بتعرف اري ان حسابها تشار خلص وزاد عدد المتبين والكل دلوقتي بيصفها ومسط انها ترجع للسوشيال ميديا وبنتين مسلسل لما ناس بتروح علشان تنظف البيت وبيلاحظوا ان حساب اري مفتوح فشكل الشخص ده مش نوع على خير فاتمنى لو عجبكم المسلسل ما تنسوش تعملولي فولو على الانستجرام وتعملولي اشتراك على القناة هنا وقدروا لكم ساسا سلام